هو حادث كبير جدا وكمان فيه زي ما هيك كده برضو تفضلت وقلت المعرض يعني نتكلم على مشاركة اكتر من 115 دولة ومنظمة في المعرض عدد وصل 131 دلوقتي 131 131 عدد المشتركين في هذا المنتدى النهاردة الصبح 25 ألف ده عدد ضخم جدا لأول مرة منتدى حضري على مدى كل المتحدات اللي فاتت يوصل عدد ده صحيح احنا اخر نسخة نسخة اللي فاتت اعتقد كانت بولندا بولندا صحيح وكان قابليها كان في ابو ظبي الماكسيمم اكبر عدد وصلنا له كان 20 ألف مشارك احنا من الكلام 25 ألف احنا عدينا كل المتدى ده يسكر عالي جدا بالنسبة طيب كان فيه برضو جلسة تعرفية عبر الانترنت بعنوان الشباب والطريق الى أوف 12 بتعرف الشباب ازاي يشاركوا في هذه الفعالية هذا العالمي الضخم دور الشباب في هذا المنتدى احنا فتحنا الكول للشباب انها تقدم للكا متطوعين بمساعدة التجمع الوطني للعمل الاهل التنموي التحالف الوطني نعم التحالف الوطني احنا اول يوم تفتح الكل تقدم ألف واحد مش التحالف بس كمال الأكاديمية الوطنية للتدريب فرز واخترنا التسعمية تعمل لهم برنامج تدريب وزارة الشباب والرياضة ساعدت جدا في هذا الموضوع في بعضهم اللي مقيم خارج القاهرة تم تسكينه في مركز شباب الجزيرة ومركز أخرى تعمل لهم عمليات تلخيل مستمرة الفترة اللي فاتت هم بليهم دور حيوة جدا أولا الخبرة اللي هيكتسبوها من هذا المنتدى هي بليهم دور في الاستقبال في المطارات في المساعدة في داخل المنتدى في الفنادق في تنظيم الناس في الدخول في التسجيل يعني ده خبرات عالية جدا وفي الآخر هياخد شهادة من احنا بنقول الـ ED تنفيذية انه هو ده شارك في هذا المؤتمر الدولي كان فيه حرص شديد يعني على ان الناس كلها تشارك ففعلا فيه دور للشباب مهم جدا ونفس الجلسات فيها حاجة عن الشباب والأطفال يعني الجلسات والمدق والمائدة المستديرة والمائدة كلها فيها بند عن الشباب والأطفال عشان الناس تعرف يعني ايه الحضري مش مجرد معمار بالزبط المعمار ده مرتبط بالبشر بالإنسان بناء الإنسان نفسه الإنسان ده فيه كبير السن وفيه الشاب وفيه الطفل وفيه زو القدرات كل ده بيندامك في بعضه عشان نطلع بصورة بصورة الحضرية لأن العالم كله متخيل احنا فيه ناس بتنتقل من القرى للمدن النقلة دي ايه تأثيرها على المدينة أو بيسموحنا التحضر السريع هل ده هيعمل عشوائيات هل ده هيعمل مشاكل بطالة تأثير النقلة السريعة ازاي هذا البرنامج يعالج النقلة السريعة بشكل حضاري ويجاهزها للمستقبل اسم يكونش فيها مشاكل ده الفكرة الأسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة